حياكم الله أصدقائي صلى عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فاتجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس منتخب شباب العراق يلاقي طاجاكستان وديا غدا في أنطاليا في تركيا تحضيرا لنهائيات آسيا يلتقي منتخبنا الشباب يوم غدا الاثنين منتخب طاجاكستان وديا عند الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت الحراق ضمن استعدادات المنتخبين لنهايات كأس آسيا للشباب التي تصضيفها أوزباكستان في الأول من شهر آذار مارس المقبل منتخبنا الشباب تدرب عصرا اليوم إلى حد في ملعب سيد الفرع التابع إلى مدينة أنطاليا التركية بحضور 23 لاعبا فيما عمد الجهاز الفني وبعد استشارة الجهاز الطبي إلى منح الراحل اللاعب بلندازارد والاستمرار بمتابعة حالته الطبية حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء التام خصوصا بعد تعرضه إلى إصابة في منطقة الكاحي منعته من إجراء التدريبات مع منتخب الشباب فيما فضل الجهاز الفني ومدرب اللياقة البدنية لاكتفاء بالتدريب الفردي الخفيف لللاعب شرب الشموين الذي وصل الليلة الماضية إلى مدينة أنطاليا قادمة من إستراليا لمنحه راحة أفضل والتهيئة اللاعب بشكل بدني ونفسي أكبر لمباراتين مقبلتين وديتين أمام قرغستان والأردن لعب منتخبنا الوطني العراق شيركو كاريم يقول نادي الكويت طلب مني الالتحاق بالفريق بعد مباراته الوديه مع الميناء برغبة من المدرب الجديد للفريق وأبلغتهم برغبتي في المشاركة بكأس الخليج ليتخذ النادي قرارا بفسخ العقل ووافقته على ذلك المنتخب العراقي أكبر من أي نادي وخاصة إذا كانت البطولة بالعراق وهذا الشيء سويته صحيح احتمال تلعب بدورة أقوى الاتحاد الخليجي الإعلام الرياضي يختار التشكيل الذهبية لخليجي زين 25 أيمن حسين وإبراهيم بايش وعمجة العطوان وعلي فايز من العراق علي أسد من قطر حارب السعدي من عمان صلاح اليحياء من عمان أحمد الخميسي من عمان إبراهيم لمخيني حارس المرمى من عمان وهمام الأمين من قطر وأمين بن عدي من البحرين رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يزور اليوم الأحد عائلة الشاب المتوفي حسين عباس الذي راح ضحية حارث التدافع قرب منعب المدينة الرياضي في البصرة قبل نهاية كأس خليجي 25 رافقه في الزيارة مدير الشباب والرياضة في بابل نال طالب ورئيس الاتحاد الفرع في المحافظة صلاح عبيس وعلى عدنان درجال أيضا زيارة عائلة الشاب المتوفي حمزة عدنان من الأنبارة كذلك راح ضحية حارث التدافع قرب منعب المدينة الرياضية هالاند يسجل هات ريكويس بحفارق الأهداف عن أقرب منافسه عشرة أهداف على ويلفر هامتون ماشستر سيتي يضرب ويلفر هامتون بثلاثية نظيفة في الجولة 21 من الدوري الإنجليز الممتاز أرسنال يفوز على ماشستر يوناتر في الدقيقة الأخيرة ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليز الممتاز بنتيجة 3 ثنين فاز على ماشستر